اعلنت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني عن بدء تنفيذ خطة تطوير شاملة للمقر الرئيسي لمركز خدمة العملاء بمقر الوزارة في المنطقة الدبلوماسية اعتبارا من يوم غد الأحد وقالت الوزارة ان خطة تطوير مركز خدمة العملاء تأتي في اطار الخطط الرمي لتطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير مرافق المركز واستحداث مرافق جديدة به لتسهيل معاملات المراجعين مشيرة الى ان هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار التطوير الشامل للخدمات الالكترونية واستحداث منصة مركز خدمة العملاء عن بعد واضحت الوزارة ان خطة تطوير مركز خدمة العملاء بالوزارة تستمر حتى الربع الاول من العام المقبل وسيكون استقبال المراجعين بالمركز المؤقت عبر البوابة رقم اثنين بمبنى الوزارة